مرحباً بقرار المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والبقاية منها الذي قضى بأن الأفراد الملقحين بشكل كامل لم يعودوا بحاجة إلى ارتداء الكيمامة في الأماكن الداخلية والخارجية لكن القرار لقى ردود أفعال متبينة من قطاع الأعمال وستتريث بعض الشركات الكبرى في تبنيه لحين اتضاح الصورة إذ قررت أكبر شركات العالم أبل التي تتجاوز قيمتها السوقية التريليوني دولار الإبقاء على سياسة ارتداء الكيمامات وكافة إجراءات مكافحة الجائحة مواصلة تقييم تدابير الصحة والسلامة من جانبها أعلنت ديزني أن الكيمامة ستصبح اختيارية في المناطق الخارجية العامة لكنها لا تزال مطلوبة في جميع المناطق الداخلية وفي وسائل النقل ولمحبي القهوة أعلنت شركة ستارباكس أن الأقنعاء للعمال الذين تم تطعيمهم ستكون اختيارية اعتباراً من السابع عشر من مايو بينما سيظل الموظفون مطالبين بارتداء الكيمامات كذلك أعلنت كولمند كوستكو وتريدر جوز وبولمارت وتارجيت عن التخلي عن الكيمامة وقد أوضح عدد من الشركات أن المسئولية ستقع على العميل من دون حاجته لإظهار برهان على تلقيه اللقاح لعدم ارتداء الكيمامة ردود فعل الشركات أوحى بعدم اقتناع كامل بقرار السي دي سي بل واعتبار البعض أنه تسرع في التخلي عن الكيمامة للملقحين فماذا يبرر قراره؟ أي أن تكون الاعتبارات العلمية فإن ارتداء الكيمامة تحول إلى جزء من نمط الحياة في الأشهر الماضية وقد لا يكون التخلي عنها بهذه السهولة في قطاعات الأعمال مايا جريديني العربية